هكذا يقطع هؤلاء الأطفال الطريق للوصول لمدرستهم بعد إن غمرت مياه الصرف الصحي الطريق الوحيد المؤدي للمدرسة للسنة الرابعة على التوالي بسبب عدم قيام الجهات المعنية في المديرية بإيجاد حل لمشكلة المجاري مياه المجاري السائبة المتدفقة من منطقتين السحير والخليف بتريم باتت تحاصر مدرسة الأخوة أحد أقدم وعرق المدارس بالمنطقة متسببة في انتشار الأمراض والأوبئة في أوساط الطلاب وسكان المنطقة نحن كمدرسة أصبحنا نعاني من المجاري أكثر مما نعاني من واقعنا داخل المدرسة طبعا نحن مشكلة ليس مشكلتنا لأنها أصلا من المدرسة من خارج بوابة المدرسة ليست تعلق بناك تربية وإنما هذه التعلق خاصة بالسلطة تحولت مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي على الطريق المؤدي إلى المدرسة واحدة من أبرز العوائق التي تمنع الطلاب من الوصول للمدرسة مما جعل إدارة المدرسة توقف العملية الدراسية مرارا للصفوف من الأول وحتى الثامن نظرا لعدم تمكن الطلاب من الوصول للمدرسة محاولة بذلك الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول واقعية وممكنة للمشكلة يعني هذه المدرسة لها الفضل كبير حتى في تعليم الفتاة كان فيها التدبير نحن بدل ما نرفع هذه المدرسة ونقدد لتاريخها وحركتها نأتي اليوم خمس سنوات سس سنوات نعالم المشكلة المياري تحت المدرسة أصبح هم يومية للإدارة للطالبة للمعلمين لا تكتصر المعانا على طلاب المدرسة بل تتجاوزهم لتصل لأهالي الأحياء المجاورة حيث يقول الأهالي أن مشكلة الصرف الصحي باتت تشكل خطرا على حياتهم وتهدد الصحة والسلامة العامة نتيجة لانتشار البعوض والروائح الكريهة منها فأصبحنا نشكو من البعوض نشكو من الروائح نشكو من الذباب فهذه حياة نحييها اليوم والله لا تحييها حتى البهائم في حضائرها فنحن نشكو وليست شكوى إنسان واحد وإنما شكوة عدة حارات كثيرة هي المشاكل التي تعاني منها مدينة تريم غير أن مشكلة طفح المجاري التي عجزت السلطات المحلية عن حلها للسنة الرابعة على التوالي تعد هي الأسوأ والأكثر تهديدا لصحة الناس وسلامتهم حداد مساعد قناة بيل جيس مدينة تريم حضر موت ترجمة نانسي قنقر